بين دموع هذه المرأة وكلماتها بعض من تفاصيل الوضع الإنساني في مدينة الحديدة قذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي على أحد الأحياء السكنية في مديرية التحيطة جنوب المحافظة أدت إلى تدمير منزل أحد المواطنين استمرار سقوط القذائف على المنزل حال دون إسعاف المصابين ليسقط مالك المنزل شهيدا بعد نزيف استمر لخمس ساعات عسكريا وفي المدخل الشمالي الغربي لمدينة الدريهم بالتحديد تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي اشتباكات تمكنت من خلالها القوات العسكرية التابعة للواء العمالقة من دخول المدينة ما دفع بعناصر ميليشيا الحوثي إلى التحصن وسط الأحياء السكنية العمليات العسكرية في الدريهم تأتي بعد يومين من دفع قوات الجيش بتعزيزات كبيرة إلى المدينة استعدادا لتحريرها بشكل نهائي خلال الأيام القادمة حسب مصادر عسكرية في المقابل تستمر الميليشيا بقطع شبكة الاتصالات في مركز المدينة بالتزامن مع إغلاقها لكافة المنافذ في محاولة لمنع المواطنين من النزوح وما بين تقدم الجيش في مدينة الدريهم وتحصن الميليشيا في أحيائها وإغلاقها أبواب الخروج في وجوههم يظل المدنيون عالقين بين قذائف الحرب في انتظار الموت في أي لحظة